السلام عليكم أعزائي الطلاب استكمالا لما سبق هنتكلم على كيفية إيجاد الحل الخاص للمعادلات التفاضلية الخطية زرورة المعاملات السابتة باستخدام طريق تغيير برامترات أو تغيير الوسائط لو معنا المعادلة التفاضلية خطية زرورة معاملات سابتة غير متجنسة بالشكل ده ده معناها غير متجنسة أولا نحل المعادلة المتجنسة نحل المعادلة المتجنسة اللي هو ده نقول ده سوصف زي ما قلنا قبل كده الحلل بتاعت وي 1 وي 2 إلى وي 2 يتوقف على قيام الام 1 وي 2 إلى ام 2 حيث انها مختلفة أو متشابهة أو تخيلي الحل المكامل طبعا هيكون بالشكل ده الحل المكامل هيكون بالشكل ده وي سي سو سي 1 وي 1 زي سي 2 وي 2 إلى سي إن وي إن عشان نوجد الحل الخاص هنجيب الحل المكمل ونشيل الثوابت ونحط مكانه دوال وي 1 وي 2 إلى وي إن الهدف بتاعنا هو كيفية إيجاد هذه الدوال وي 1 إلى وي إن حيث هذه الدوال دوال في المتغيرة إكس لو خدنا المعادلة التفاضلية من الردبة التانية بالشكل ده إحنا إيبلاها حلين وي 1 وي 2 وي 1 حل وي 2 حل يبقى الحل المكامل يكون بالشكل ده وي 1 يحقق المعادلة التفاضلية وي 2 يحقق المعادلة التفاضلية المتغنسة هنفرض بقى إن الحل المكمل يكون على الصواة ده إحنا قلنا نشيل الثوابت سي 1 يسمى هو وي 1 سي 2 يسمى هو وي 2 ده ده الحل المكمل أهو ده الحل المكمل هنشتق الحل المكمل مشتق الأولى والمشتقة التانية هنوضع العلاقة دي يسوصف ي 1 داش وي 1 زي 2 داش وي 2 يسوصف لحاول نقتصر هذه المعادلات مع بعضيها بعد التعويض في المعادلة المتغنسة ده الإختصار العادي هنحصل على معادلتين بشي كده المعادلة الأولى اللي نحن نقلناها والمعادلة التانية خلاص معادلتين نقول علينا في المجهولة إيه المجهولة اللي هو وي 1 وي 2 داش الF معنا والY وي 1 وي 2 وي 1 وي 2 داش كلها قيم معلومة أو دول معلومة هنجيب محددات المعاملات الW هو المحدد المتجانس وي 1 وي 2 وي 1 وي 2 داش الW 1 هنعوض عن العمود الأول بالقيم 0 وFx الW 2 هنعوض عن العمود الثاني في المحدد الأول بصف وFx الU 1 داش هو الW 1 على الW الU 2 داش هو الW 2 على الW بالتكامل نوجد إيه الU 1 وي 2 نعوض نوجد الYB دي هو إيه الخلاصة بتاعت أو طريقة الحل موسيقى موسيقى موسيقى